بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله أيها الأحبة في برنامجكم طب القلوب في هذه الحلقة سنتحدث معكم عن موضوع يخص القياد الناجح سنتحدث معكم ما هي صفات القياد الناجح ومن هو القياد وما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في هذا القياد كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة ومع ضيفنا الفاضل المستشار عبدالعزيز الشقران خالكم معنا رجعنا معكم من جديد حبيتنا وبرنامجكم طب القلوب وهذه الحلقة التي يتكلم إن شاء الله عن الصفات القياد الناجح وطبعا مرحب في هذه الحلقة بضيفي الفاضل المستشار الأستاذ عبدالعزيز شكرا حياك الله الأستاذ نساء الله بالخير السلام عليكم واشكرك على تريد دعوتنا الله يرحمه لديكم ومشكر وأنا لي الفخر والسرور أن أكون ضيف معكم إن شاء الله وأكون إن شاء الله ضيف خفيف إن شاء الله تتبع من الأطراف أمور تجعله يلم بهذه العناصر وبهذه الأمور ومن ثم يفتخر فيه مرؤوسينا ويفتخر فيه المجتمع ويفتخر فيه يعني الناس المغربين جداً له بما يمتاز من هذه الصفات نعم إذن أستاذ عبدالعزيز يعني هذه الصفات هل يعني يلزم أن تكون كلها أغلبها موجودة أو ممكن تنقص صفة أحياناً يعني في هذا الصفات لا هي يعني كأستاندر مو إجبار أن كل الصفات تكون موجودة وهذا شيء الشمولية والكمال لله سبحانه وتعالى إذن يجب على القاد أن يتمتع بصفات معينة تلزم هذه الصفات هذا القائد بأن يكون شخصية ذات همه وذات مسؤولية ومن ثم يتبع إذن ما في تكون هناك صفة يلتزم فيها القائد مثلاً قد تكون الصفات متناغصة أحياناً تلقى عندها صفات تلقى عندها إدارة تلقى عندها أمور ثانية ولكن قد يكون عاطفي وقد يكون القائد شديد فالصفات تختلف من رجل إلى رجل ولكن القائد الكبير والقائد المتمكن يجعل من مستواه إن شاء الله يعني سلوك للآخرين يتبع فيما يرون من القائد ومن مرؤوسين إذن القائد أفهم من كلامك يعني أبو خالد الله يحفظك عن القادة قد يعني كلهم من نفس المستوى في قاعد عن قاعد يفرق يعني في الدول بالمواصب يعني كلهم قادة لكن أيضا هناك مستويات تختلف تختلف الشخصيات من شخص إلى آخر تلقى مثلاً قائد عنده كارزمة المرع والسرور تلقى قائد عنده الشدة تلقى قائد عنده الجبروت تلقى قائد عنده الفكاهة فتختلف هذه الصفات من قائد إلى قائد وتعتمد على المجتمع شنو ردود المجتمع على هذا القائد يمكن يحب القائد الفكاهة يمكن يحب القائد الصادق المتعلم اليقين على الشرون وممكن يحب القائد الذي يكون مستواه الدراسي أعلى ومن ثم ولنا أمثلة يعني كثيرة في القيادة يعني مع ذلك سيد أبد العزيز أن الصفات اللي في القادة مو شرط صفات ثابتة لكل زمان ومكان لا لا متغيرة دائماً متغيرة ومن الشرق الأكيد أنها تكون متغيرة لكن هنا لو هناك صفات ثابتة في كل يفترض أن تكون ثابتة في كل القادة هي صفات معينة هو يعني مستحيل أنا أرجع وأقول الكمال لله سبحانه وتعالى قد يكون هناك قائد يعني في كامل المواصفات ومتمكن في جميع الأمور متحدث عند جراء عند قيادة عند فكر عند وعي عند بعد نظر ومن ثم تلقاه متمكن في جميع هذه الصفات وفي قادة أيضاً يمتازون في الهدوء وفي السلوك المتواضع هذه الصفات مو إجبارية أنها تكون شاملة وكاملة في الغائد بالعكس لكن أنا قصدي سيد العيز هل هناك صفات معينة محددة لابد أن تكون موجودة في كل القادة يعني صفات في صفات لازم تكون موجودة طبعاً الصدق الأمانة النزاهة في نقطة مهمة هي التفويض إذا كنت قائد ولم تستطع إدارة التفويض للآخرين إذن أنت ليس قائد فجدير بالذكر أنه لابد أن يكون القائد في ميزة هو التفويض عرفتي شرون والتقيير ومن ثم معرفة الأمور ردود الأفعال عرفتي شرون قراءة الشعور قراءة النمط السلوك الإحاءات فكل هذه يمتاز فيها القائد عندما يبدع ويتميز تكون يعني الكوالاتي مالتا مطبوطة ومن ثم يجعل عملية الاختيار في هذه الصفات التي يمتاز فيها هناك صفة أستاذ العزيز طبعا نحن نستفيد من خبراتك في هذا المجال عندنا فكرة أن القائد يكون رأيها ما يتغير يعني يعطى كلمة خلاص يمشي عليها فالهذا فعلا صفة بالقائد لا مشكلة أنه يأخذ ويعطي ويغير الأمر هو فيه القائد يسمونه اتخاذ الغرار فصعب يعني لما يكون قائد وعنده اتخاذ الغرار لازم يكون عنده ثقة بنفسه أنه يمتاز بهذه الصفة صحيح وأيضا في قائد لازم يكون مرن يعني ما يكون شديد مروسينه يسمع منه من أخبار فالقائد يختار ما بين هذه الصفات في عملية تحديد الوقت ومن عملية الحدث الأمامه هل الحدث هذا يستوجب مني أن أكون شديد هل الحدث هذا يستوجب مني أن أكون مرن فالقائد يحدد صفاته في المواغف الذي تجتاز ما بينه وبين مرؤوسينه جميل أيضا أشرت إلى نقطة مهمة أيضا أبو خالد لحفظك أن القائد الناجح والذكي منه يعني يعرف صفات المرؤوسين تحته حتى يعني يواكب هذه الثقافة وثقافة هذا طبعا طبعا هذا يسمونه الذكال الاجتماعي أو العاطفي إذا لم يتمكن القائد من اتباع طرق الذكاء الاجتماعي شون يقرأ الأفكار مرؤوسينه شون يشوف العواطف شون الحسيس المشاعر الأحداث اللي قاعدة يصير بين مرؤوسينه إذا لم يتمكن من إيجادة الذكاء الاجتماعي أو العاطفي هنا نقول بأن القائد تنغص بعض الصفات جميل طيب بالتالي يعني أستاذ عبد العيز الشكران هل يعني هذه الصفات الصفات القيادة التي تفضلت فيها الذكاء والقدرة على اتخاذ القرار وقياس الرأي وكل ذلك هل هي يعني تكتسب القيادة من الصغر بتربيته وتعليمه أم هذا أمر فطري في هذا القائد أستاذ عبد العزيز شوف هناك يعني الكل يعني فئات المجتمع وما في واحد تكلم عن القيادة اللي يسألك السؤال هذا فعلا سؤال هذا مهم هل القيادة يعني فطرة أو دراسة أو يعني تعليم القيادة شوف احنا نقول مستحيل ومن سابع المستحيلات أن يكون القائد عن طريق الفطرة قد يكون القائد فيه مميزات وهذا من الله سبحانه وتعالى يولد قائد ذو ذكاء يولد قائد فطن يولد قائد شجاع فعلا ولكن هذه الفطرة يجب علينا أن نصغل مهاراتها في التعليم والتطوير واكتساب الخبرات فجميع قادة العالم لم يأتي من الولادة ومن ثم يجعل قائد إلى ما لا نهاية لا يأخذونه يدرسونه في جامعات عليا يدرسونه في أماكن متخصصة يلقنونه يعني مفاهيم الاجتماعية جميع الأمور حتى الأفلام وما أفلام ويودونه إلى مستويات يمكن كبيرة طبعا اختلاف دراسات تمارين كل هذه الأمور تسقل مهارة القائد ومن ثم نؤسس القائد من الصغر فأنت عندك نيمة حوظة دائما في المدارس تجد الطالب المشاغب والطالب القير مثلا أعرفت القير يعني مرتبط في العلوم الدراسية تلقى هو دائما القائد في الفصل وتلقى الطالب الذكي الهادئ هو المتفوق إذن هو أغل منه درجة فأني شو يصير عملية توازن وعملية أنه يصير استدراك واستدلال واستنتاج لهذه المفاهيم بحيث أني أجعل القيادة مكتسبة للطالب الذكي بحيث أني أفرق بينه وين الطالب المشاغب أقول له شوف هذا طالب مشاغب طالب غير ذكي درجاته مستواها نازل ليش هو يغودك ليش أنت ما تسوي له الفيدباك ردة الفعل ومن ثم تجعل من هذا الطالب الذكي قائد لأنه يمتاز في الذكاء ويمتاز في التمييز والإبداع والاختراع وهناك مستويات للذكاء هناك ذكاء اللي يسمونه ذكاء الدراسة اللي هو جيد جدا متوسط امتياز مرتبة الشرق ذكاء تعليمي أردتشونه ذكاء تعليمي وهناك متميز من الطبيعة ذكي في أموره وهناك مخترع وهناك مبدع أردتشونه فتتفاوض درجات الذكاء ما بين طالب وما بين قائد وقائد أيضا إذن أستاذ عبدالعزيز فعلا القيادة هي بالأساس موهبة تخلق مع الإنسان ويسح تنمياتها قد تكون موهبة 10% 20% وأنت جمع 80% تسقل مهاراتها في القائد وهذا هو العلم الصحيح ورجعنا أيضا إلى نماذج حتى بعض الرؤساء والقادة والسير رسالي عزيز لو وجدنا ما شاء الله فيها عوائل خنقول فيها قادة برز فقط أخ واحد أو نموذج واحد من البقية هذا هو الذي فيه الموهبة وتمت رعايتها استالين طال عمره كان مرافق إلى مصور معاه يصور فمن الصغر استالين شنو كان كان يجمع الفلوس يأخذ الفلوس الصور ويحطها بجيبة فكان من الصغر عنده القيادة هذه هتلر وما شابه هتلر صارت أمور ثانية انعكست في الفطرة ومن ثم صار قاعد وفيه مبدعين كثيرين صحيح يعني ما ننسى المبدعين في الكويت والقادة في الكويت قال لهم المثل الكبير أن الواحد يفتخر فيهم صحيح البعض السادة عزيز يعني يربط دعم اقتران بين الكارزمة والاطلالة وبين القيادة هل هناك تلازم بينهم أن شخص عنده كارزمة لابد أن يكون قائد والله شو أنا من وجهة نظري وأنا دائما ألقي محاضرات في القيادة الغائد اللي لم يكن عنده كارزمة يكون يعني ثمانين بالمئة مغاعد لازم يكون هنا شنو معنى كارزمة الكارزمة هي كلمة يونانية الجذب معناتها النعمة أو الجذب أو الشعور أو العاطفة هذه الكارزمة الكارزمة إنه شنو تكون عندك كارزمة معينة بحيث الآخرين يتبعون طريقتك بكل فخر وبكل اعتزاز وينفذون أوامرك بكل فخر فهذه الكارزمة الكارزمة شنو شمولية تطوير نزاهة عربي شعور داخلي محبة هذه كلها الكارزمة اللي يقتاد فيها الغائد يعني عندك كارزمة ميسي أو كريستيانو فشنو راح يسوون لما يشوفونهم الشباب أرتيشون فهذا القائد يكون عنده الكارزمة هذه مثلا قائد معين أمير دولة أرتيشون الرئيس والكارزمة هذه مو تختص في الغائد الكارزمة هذه تختص في ثلاث صفات في الغائد وفي المؤسسة وفي المنصب أيضا المنصب في كارزمة يعني أنا أتمنى أني أكون مثلا وكيل وزارة أتمنى مثلا نفس الوزير لفلاني أتمنى مثلا نفس المذيع لفلاني أتمنى أني أكون نفس الغائد لفلاني فهذا منصب فيكون كارزمة أن الناس تكون عندهم أحاسيس ومشاعر واجاذبية بحيث يكونون بنفس الوضع الذي تم فيه الغائد الحديث معك ممتع ساذة عبدالعزيز وإن شاء الله نكمل معك أكثر حول هذه الصفات الصفات القيادي ما شاء الله جميلة حقيقة لكن عندنا هذا الفاصل وراجع معك إذن حبثنا نكمل معكم أكثر حول صفات القيادي لكن بعد هذه الوقفة أرجعنا معكم من جديد حبثنا هذه الحلقة لتكلم عن صفات القيادي الناجح وأعود ورحب من جديد بضيفي الفاضل المستشار الأستاذ عبدالعزيز الشكران أحييك الله أستاذ من جديد الله يحييك يا أخو مرحب أستاذ العزيز كنا قبل الفاصل نتكلم معك عن صفات القيادي الناجح كنت أقول لك حتى الهواء أن بعض القياديين اللي ما شاء الله هم ناجحين قد يكون قائد فريق كرة أو ما شابه يعني شكليا نحن عندنا الكاريزمة أمر شكلي وقد يكون فيه الخطابة والشخصية لكن البعض هل لا بد أن يكون عنده هذا التأثير اللغوي التأثير اللغة للجسد حتى يكون قيادي ناجح أبو خالد هي أشوف الكاريزمة تخصص مثلا العاطفة بالأحاسيس بالمشاعر لا ما شاء تكون بالأفعال تكون ظاهرة إيه يعني أنا أحب أفعالك أنت لما تكون قائد لي وأشوف حركاتك وأشوف أمورك في الميدان فإنسان شنو عندك باك جراند وعندك خلفية حق العقل أشوف والله العاطفة فيك أكثر وهم الناس الأدبيين والشعراء فيمتازون فيه العاطفة والأحاسيس أرتيشون والمشاعر فالقائد حسب الكاريزمة اللي هو موجود فيه وردت فعل المرؤوسين عليه جميل أنا لما أفتخر وتلقى ناس واجد يحطون صور الغاد ويحطون كذا أرتيشون فهو يعني عنده يقين وعنده إدراك وعنده إلمام واستدلال بأن هذا سوف يكون المثل الأعلى جميل طيب ماذا عن أيضا فن الخطابة والحديث ومواجهة الجمهور سادة بعزيز ماذا تشكل هذه الصفة ضمن صفات القيادة الناجح كم تأخذ نسبة من الجانب هذا طبعا هي النسبة اللصيقة معايا إذا لم يكن متحدث ولم يكن إلقاء الموقوط عنده مضبوط ولم يكن إنسان مدرك ماذا يقول ويكون إنسان يفكر ويعرف يجاوب على الأسئلة اللي راح يسألونها صحيح ما عنده معلومات كافية فشون راح يكون قائد تؤثر عليه القائد دائما يكون مثل أعلى للجميع أرتيشون حتى لو تنقص بعض المعلومات الإدارية وبعض الأمور اللي قد يجهلها ولكن تكون عنده كم هائل من المعلومات والمعرفة فأرتيشون فدائما أمه يعني في مثال يقول هل المعرفة تكون كافية عرتيشون ما تكون كافية المعرفة عرتيشون مو كافية لازم لازم نعرف شنو الإبداع لأن المعرفة أنت تتعلم شيء وتدرس شيء وتكتفي في المعرفة هذه الإبداع شنو إنك تبدع في الخيال وتبدع في الأمور بحيث تصبح شنو مخترع يعني تعديت إلى مرحلة مرتبة أعلى شنو لازم يتوفر عنده من مقومات خنقول إثراء اللغوي وغيرا من الصفات هذه إثراء اللغوي العادة التكرار أرتيشون التمارين عرتي الحضور المشاركة الاستطلاع الاستدراك الاستدلال الاستنتاج فكل هذه الأمور في حرف السين هذا يعني دائما الواحد يستخدمها فيكون ملم بجميع الأمور أرتيشون يعني هل الطبيب مختص بس بالأمور الطبية مستحيل لازم يكون عنده علم عن التاريخ وعلم عن الأمور الأدبية والأمور اللي يعني يكون حاضر فيها في المجتمع صحيح طيب ما هي أهم عناصر الخطاب الناجح كيف يكون خطاب ناجح مؤثر على الآخرين شوف أهم عناصر الخطاب الناجح أنك أنت لما تختار الموضوع اللي أنت تتكلم فيه لازم يكون الموضوع هذا ذات أهمية ويكون أحلى وأقوى إذا كان بالحدث مواقب الساعة يعني هناك ثلاثة أشخاص هناك أشخاص يسمعون الحدث وهناك شخص يعيش الحدث وهناك شخص ما يدري شو اللي يصير فيه هو بسط الحدث ولكن لا يعلم ماذا يدور حوله فإذا كنت غائد ممير وغائد فطنة وغائد مدرك وغائد واعي لا بد أنك تتعايش مع الحدث اللي أنت تتحدث فيه الموضوع اللي أنت تتكلم فيه حق الآخرين شنو وسائل الإقناع شنو وسائل الطرح شنو الأمور التحفيز اللي عندك فلازم يكون ملم يعني أنت بتخاطب الناس على أي موضوع لا فدائما يعني الناس العقلاء والناس القادة والناس اللي يمتزون بالشغل هذه يخذون شنو اللي تكلمنا عنه اللي هو الحدث صحيح عرضت يصنعون الحدث بأنفسهم جميل أيضا بعض الدراسات أظهرت تستاذ العزيز أن التحدث يعني أمام الجنهور من أكثر الأشياء التي قد تخيف البعض وترعب البعض فما تعليقك على هذه الدراسة والله يشوف هذا يعني الحديث والخوف وعدم الجرأة عرضت يشلون لا قياس واحد اللي هو التكرار والاعتياد تدرب عرضت يشلون والتمرين فدائما الشخص هذا أو اللي دائما عنده الفوبيا يعني الخوف من الظهور ومواجهة الجمهور دائما أنصح أنه يتحدث بنفسه وعلى نفسه ومن خلال نفسه في المرأة عرضت يشلون فدائما يحدث يحدث نفسه بالمرأة ويحاول يحط صواته بجنبه يحط ليثات علشان يأخذ على الخوف وعلى عدم الجرأة والرهبة الرهبة في الجمهور والجمهور فعلا لها رهبة نعم الرهبة أنك تخاف منه ولها رقبة بأنه شنو يستدل منك أنت كقائل يعني رقبة ورهبة نفس الشيء وتلقى يعني المتفائل تلقى من الصعوبة لما تحوش أمور صعبة يخلق منها فرصة المتشائم لا لما تجي أمور صعبة يطيح ما يخلق فرصة للنجاح وهذا يعني استلاح صحيح طيب الناس اللي أيضا واجهتهم أستاذ عبد العزيز وأيضا أكيد قدم دورات مشارك فيها الميدان ماذا عن يعني الناس خنقول قبل وبعد شو اللي فرق معهم وشو نطوروا من أنفسهم فيها جانب أستاذ عبد العزيز طبعا الآن يعني الناس قبل يكون الإلغاء الموقوت ويكون الخطاب مسجل مثلا وبعدين يكون الخطاب يعني أمام الجمهور أردت والآن تطور الخطاب أردت شون يكون عبر الاتصالات أردت فهذه الناس اللي لازم تطور نفسها مع الوقت شون ماشي الآن نحن نمر في الذكاء الاصطناعي وهذه مشكلة ممكن يحطك أنت كصورة الأخ عواز وليحط محمد ولا فلان يخليه هو يتكلم هو اللي يقول والناس يعني على بالها تعتقد أن هذا هو الشخص المتكلم فهذه في الخطورة ناشك عرفت شون ماذا عن أيضا أستاذ العزيز الآن مسألة الكتابة ماذا عن البعض ما شاء الله يعني يقرأ ويكتب لكي يصبح متحدث ناجع فهل الكتابة يعني فن الكتابة داخل ضمن مساعة تطوير الفن الخطابة بخارج طبعا طبعا كتابة يعني ثق تماما أنا قبل أجيك أريدي أنا ما أخذ شوية أعرض جوجل وما أخذ معلومات علشان أشوف يكون ملم ببعض الدوانية لما تقعد أنت في الدوانية لم يكن عندك يعني باكغراند ومعلومات عن موضوع تتحدث فيه ما أكو داعي أنت تعرض أفكارك لأن الفكرة للعرض وليس للفرض يعني ما تفرض فكرتك وإضا الجميل أستاذ العزيز الإنسان يكون رأي علمي وليس فقط رأي غير مدلل وغير يعني له شواهد علمية بعض قولك رأي وغير الناس تبني عليه وغير علمي بتات إذن نرجع إلى قاعدة الاستدلال بالأرغام وإذا قاعدة التدليل وليس التضليل فأنت لما تتكلم يعني لازم تتكلم في لقة الأرغام وليس لقة الأوهام عشان الناس تصدقك لما تقول أنا والله عندي سيرج وعندي أمور صار كذا وعندي ناس مؤيدين إذن إنت عندك عدد عطيتني العدد أنا اغتنعت فيه ردة الأفعال لحق الناس أو حق المجتمع وإيضا عندك التدليل شنو التدليل أنك تقدم مستندات تقدم أوراد تقدم براهين تقدم دلائل وهذه لغة الأرغام ولغة التدليل طيب هل علميا ولغة تدليل هل ممكن تحويل الشخص غير قيادي إلى شخص قيادي دعنا نتكلم بشكل علمي ما نبي أراء أو توقعات لا لا ما لها الشغل أنها تحول لغة التدليل بالعكس هي مستند رئيسي عندك أنك تغوي رايك تغوي عرضك تغوي الفكرة التي عرضتها لها هذا التدليل مو إلا أنك أنا لما أعرض عليك فكرة وأقول لك مثلا فريقي سيفوز اليوم عرض فأنت تقول لك شنو عطني أنا أعطيك المعطيات عندي لعبين جيدين أعطيك ساحة عندي الخبرة عندي الهمة رياضي رياضة الشباب فأعطيك التدليل الذي عندي والبراهين والأدلة يبقى التوفيق التوفيق من الله طيب هل يمكن أن شخص غير قيادي لا يوجد موهب هذا ممكن أحول إلى شخص قيادي السبب عزيز ممكن طبعا أي شخص أي شخص بس ما عنده الموهبة هذه أساسيا ما عنده موهبة القيادة يعني إنسان رافض أن يكون قائم هو مش رافض أنا أقصد شخص ما نبين عليه قيادي ما عنده موهبة هذه من ولاته ما فيه خنقل ملامح القيادة هل ممكن أشتغل وأتعب عليها بالتالي يصبح شخص قيادي ممكن إذا دربت وصار عندك سقل مهاراته وتدريب أعرض ممكن تخليه قيادي لكن إذا كان إنسان متخوف يعني بعض الموظفيين وبعضها تلقاه يقول له تعال صر رئيس قسم يقول له خلني أنا موظف عادي أعرض منفذ معاملات بعدين رئيس قسم بعدين مراقب بعدين مدير بعدين وكيل مساعد إلى وكيل فالقيادة من تجي من الوكيل وعدنا فهو يقول له أنا خلني موظف عادي فهي رقبة الغاد ورقبة الفئة اللي راح تستقل هذا الشخص بأن يكون قائد ولا لا سواء كانت مؤسسة سواء كانت وزارة سواء كان أب أب ممكن يخلي ولده لفلاني يشوف فيه بعض الصفات المميزة ويخليه قائد طيب هذه هنقول تنشي على القيادة تنشي من الصغر هل يعني من الصغر رازم تكون أم قد تكون متأخرة عادي ممكن يصير شخص قيادي والله ممكن إذا كانت من الصغر فهذا يعني أمور طيبة لأنك قاعد تبني البذرة من أول زرعتها لكن ما في اختلاف إنه إذا كان مثلا خلصت التنوية أو شاف درب ثاني ممكن يكون قائد ليش لا يعني ما في ممكن على كبر عادي ممكن بعض الناس تكون لما يوصل إلى مثلا رأي يسقسم ولا شيء بعدين يطور بنفسه أراد تشلون يحاول لأنه يجعل من نفسه مميز صحيح فأخذ دورات في التطوير يأخذ دورات في ذكال الاصطناعي يأخذ دورات في خطابة إلى ما شابه ذلك ومن ثم يصبح قائد ومتحدث وبالأكس يدرب ناس طانين طيب هل هل شخص المهني أو الشخص صاحب منصف المؤسسة أو الوزارة هل عدم وجود صفات معينة القيادة هل تؤثر على تاريخ المهني أو تقدم أبدا القائد صفة يمتاز فيها الشخص بكل مكان مو إجباري أو إجباري أنك تكون وكيل وزارة عشان تكون قائد لا الغائد مهني الغائد موظف عادي الغائد رئيس قسم الغائد طفل عندك بالبيت الغائد أنت بنفسك غائد في الدوانية حيث أنك تفرض رأيك وفكرك على الآخرين أنت غائد في التوجيه غائد في اتباع قواعد المرور فتعتبر أنت غائد عارضي شون مو إلا أن أعطيه منصب والله يقول هذا خلاص موظف عادي لا بالعكس ممكن الموظفين اللي عنده يحبونه أكثر من وكيل وزارة فتلقى الناس فيهم شعبية محبوبية حق الناس الثانية لكن أستاذ دايز هل عدم توفر هذه الصفات الصفات القيادة تؤثر حتى على تقدم مهني حق الموظف ما تخليه يوصل منصب على إلا ما عنده الصفات هذه ممكن لا لا بالعكس إذا كان جيد وكان إنسان يحب أن يطور نفسه ويحب من العمل أما إذا كان يعني خمول وإنسان كسول طبيعي ما ما طبيعي أنت ما راح تحرك صحيح نكرت قبل وشفي الذكاء الاصطناعي الآن الذكاء الاصطناعي عشان قاعد يأثر خنقول في الواقع المهني والتدريبي سيد عبد العزيز إيه طبعا ممكن يستقل معية محامين الكويتين عرش الله فالذكاء الاصطناعي السلاح ذو حدين ممكن تستخدمه فيه الطب بحيث أنك تطور العلاج وهذا وما شابه ذلك وممكن تستخدمه فيه الإعلام الهدام والفكر الهدام فهو سلاح ذو حدين يجب أن نحترص من الذكاء الاصطناعي والحين أنت شايف الأمور والبلاو اللي قاعد يصير فيه نحن أختم معاك شكرا لك ضيفنا الفاضل السادة عبد العزيزيز شكران وفعلا كانت حلقة ممتعة معاك نقول لك قواك الله ونشكرك على هذه الحلقة بس أقول لك كلمة أخيرة هونشتاين يقول الأذكياء يحلون المشاكل ولكن المبدعين يمنعون حدوث المشاكل يجب على الغائد أن يكون ذكي إلى ما يشبه الله شكرا لك سلعجيز أنا شكر لكم وشكرا على هذا الغائد شكرا أيضا شكر موصول لكم محباتنا للمتابعة انتظرونا في حلقة ومقبلا نقول لكم في أمان الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر